اشتركوا في القناة دكتور كباش خليني ابتدي بالانتخابات طبعا دي اهم حاجة احنا منتظرينها وامتابعين خطواتها والاجراءات اللي بتتم فيها بداية الدعاية الرسمية كانت امبارح عايزة اسأل حداك الاول المشهد بعد ما تم الاعلان عن اسماء وعدد القوائم واعداد المرشحين الفرديين شايف شكل المنافسة ازاي طبعا الكشوف النهائية تعتبر قد اعلنت وبدأت الدعاية الانتخابية لكن لا زال في الامر امور لانه لا زالت بعض الطعون منظورة امام القضاء سواء في الطعون امام الادارية العليا او امام محكمة القضاء الاداري بالتأكيد سيفصل فيها وقد تعدل من خارطة المرشحين دي ما داش نقول انها قيمة نهائية لحين هي نهائية في حكم اللجنة العليا الانتخابات يعني اعتباراتها نهائية حتى الان يعني من تم وضعهم في الكشوف النهائية هم من ثبت ان هم مرشحين حتى الان لهم صفة المرشح مش المرشح المحتمل لهم صفة المرشح خلاص يظلوا كذلك الى ان يلغى ترشيه بحكم من محكمة القضاء الاداري او المحكمة الادارية العليا بناء على طعن من الطعون المقام في هذه الحالة بتنتهي صفته او شخص ليس مرشحا وطاعن وقد تحكم محكمة القضاء الاداري او الادارية العليا باعادته مرة بس يدخل في السبال الانتخابي بعد ما دخلنا في الدعاية يعني برضو سلامة العملية الانتخابية او الطعن عليها فيما بعد هو طبعا فيها مشكلة هو لانه في مشكلة حقيقية ان النص حدد فترة معينة او ميعاد للطعن على قرارات اللجنة العليا بالنسبة لكشوف الاولية اللي هو ثلاثة ايام وحدد خمس ايام لكي تفصل محكمة القضاء الاداري في هذا الطعن ولكن لم يحدد المدة اللي تفصل فيها المحكمة الادارية العليا لانه من الممكن يصدر حكم محكمة القضاء الاداري خلال المدة المحددة اللي هي خمسة ايام ثم بعد ذلك يطعن في هذا القرار امام الادارية العليا لكن انا اظن وليس علما يعني مفهومي انه من لم يصدر بشأنه حكم قبل يوم 29 معناه ان المحكمة متجهة الى حالة الدعوة الى هيئة المفوضين يعني تجمدها او يعني تثبيتها وان هي لم تجد وجها ده من الدعوة المستعجلة بطبيعتها يعني اتعان ان يوصل فيها باسرع ما يمكن يعني حتى اذا كانت بتؤجل بس ليه ما يفصلش فيها طبعا دي كلها قراءات يعني ما يفصلش فيها بالرفض يعني بعدم القبول تعليق المسألة برضو ممكن في اي وقت يالك انا ليه حقية من ناحية القرنية ممكن فاذا فصل في هذه الدعوة بالموافقة على ترشح احد المتقدمين الذين سبق ان رفضوا طبيعي حيدخلوا في السباق الانتخابي ده ممكنه في هذه الحالة طبعا هتكون حرمتيه من فترة دعاية انتخابية يعني انا عندي حاجة برضو بنحاول نفهمها انه لما تم الاعلان عن القوائم والمرشحين الفردين بالنسبة للقوائم تحت انا تقال في قايمتين لسه بيكملوا اوراقهم لسه حتى هم دول صدر حكم بشأنهم صدر حكم بشأن هذه القوائم اللي قيل انه بعض اوراقها نقصة وهم دعوا يعني الادعاء قد يكون صحيحا يعني بانه بعض الاوراق سرقت ثم قدموا الاوراق صحيحة وبعض الاوراق سرقت هذا ما قالوا وطعنوا على قرار استبعد وصدر احكام بقبول دعواهم وبيعادتهم مرة اخرى او بقبول هذه القوائم نعتقد ان هم الان لازالوا لم يعلن ترشحهم هذه القوائم لم يعلن ترشحها لكن المفروض من ينفذ الحكم لحصل انه بعض القوائم ايضا او بعض المرشحين اللجنة العلي الانتخابات طعنت على الحكم الصادم من محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العلي او بمعنى اخر هيئة قضايا الدولة طعنت وهي تطعن طبعا بناء على طلب اللجنة العلي الانتخابات فستظل الامور برضو فيه غموض مش غموض في حاجات غير محددة حتى الادارية يعني بعض المرشحين قد فيه احدى المرشحات اعتقد فيه طعن على قبول هي رفض الطعن على عدم قبول واحمد عز اللي لسه طعن قدام الادارية العليا واحمد عز كذلك هو طعن النهاردة تقريبا امام الادارية العليا طيب خلينا مع الواقع اللي احنا فيه دلوقتي احنا في مرحلة الدعاية الانتخابية يعني دارهان على اللجنة او اختبار للجنة وادأها خلينا اقول الالتزام بضوابط الدعاية انها تكون في المعاد المحدد وبالالية وبالكيفية وبسقف الانفاق انه يكون وفقا للقانون اولا ايه هي المحددات والضوابط والتفعيل برضو المشكلة في النص ولا المشكلة في قلية التنفيذ ده النص رائع النص بيضع ضوابط حاسمة للدعاية الانتخابية تضمن اللي تحيد هذه الدعاية عن المصلة عن فكرة الانتخابات الصحيحة التي لا تخضع لمؤثرات غير قبول الناس والرأي العام الى غير ذلك لكن الضبط هذه الضوابط او بمعنى اخر الالتزام بهذه الضوابط امر في غاية الصعوبة في اعتقادي انا ان لم يكن يعني كل هذه الضوابط خرقت وستخرق يعني خرقت مسبقا ببدء الدعاية الانتخابية قبل الدعاية ما تبتد قبل بدء الدعاية المعاد المحدد وستخرق كلها ليه بقى؟ ما عنديش الآلية اطبط الكمام ده او اخطت ايدي على منحروقات؟ لانه يمكن احنا لازالت الفعالية في تطبيق القانون غير قانون يعني فعالية او تفعيل ارادة تطبيق القانون؟ يا محتاجة حسم في التطبيق العخيق حسم شديد يعني هل امكانيات تسمح بهذا الحسم ده بيصل امر الى شق المرشع يعني حاجة واحدة انا هقولك عليها استاذ الابنة مسألة القانون بيمنع الرشاوة الانتخابية وبيعاقب عليها وفيها جريمة انتخابية تعتبر من الجرائم الانتخابية دي مسألة بتمارس يوميا بشكل او باخر يعني في صورة ولائم في صورة هدايا في صورة حفلات تقام لفنانين كبار ويدعو الشباب او ياخدوا الشباب ينقلون باوتوبيسات لي احضروا هذه الحفلات مجانا مسابقات لامور معينة فعل خير طبعا لعضو المجلس علشان يبقى عضو برلماني كف محتاج انه يبقى رجل خير ولا المجلس محتاج رجل خير المجلس مش محتاج رجل خير ولا هو محتاج يبقى رجل خير علشان دي مسائل اعمل خير دي حاجة بينك وبين ربنا بينك وبين ربنا ولها انت مش محتاج تكون عضو برلمان عشان تبقى رجل خير عشان تؤدي واجبك او بمعنى اخر تؤدي رغبتك في ان تتطوع يعني باعمال خير دي مسألة منتشرة جدا 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 لمن يملكون الاموال الدعاء انا عايز اقوله برضو رغم الضوابط الوضحة واللي حددها القانون بدقة فيما يتعلق بالتعامل الاعلامي مع المشهد الانتخابي واللي بيمنع تماما انه يتم عمل دعاية غير مباشرة لبعض مرشحين او لأحدهم الا انه هذا بيمارس قبل الاعلام ويصعب يعني او بمعنى اخر مش عارفين هل هيتم ضبط هذا الامر ولا لا اما بيستضيف ده بيتكلم عن استضافة ضيف معين في احدى القنوات او استضافة مرشح معين لها ضوابط يعني حتى الضيف يعني لو احنا في مرحلة الدعاية نعم ما يبقاش للاعلام مطلق الحرية ان هو يستضيف من يشايا لا تستضيفي بقى يبقى دينوع من الدعاية تستضيفي مرشح اذا تبين انه للدعاية لهذا المرشح يبقى لازم تكون مهما حد شدر يستضيفي الالفين خمسمائة تصبعين مرشح يبقى استضافة مدفوعة وتحسب من الانفاق ايو 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 لانها دخلت ضمن الدعاية لي في لازم يكون دافع مقابلها ويحسب من ضمن يبقى من الانفاق من حسابه الحساب اللي بيحاسب على قدر الانفاق اللي انفاقه يحسب منه وصيرت الاعلام تعلن الكلام ده بقى اه طبعا الامر الثاني ويبقى باين ان هي بتعمل له دعاية الامر الثاني لما تستضيفي ضيف اخر ليس مرشحا لازم مثلا هنا في القانون يقول لازم تبيني هوية هذا الضيف ومدى انتماء السياسي حتى لو مش مرشح نفسه علشان تعرفي ان هو بتكلم في اي اتجاه وهكذا يعني دي من الضابط لو قريتيها الضابط اللي حطوها للإعلام ده ودخله كمان برضو فيه الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي دي ما حدش يقدر للبطر دي ما حدش يقدر للبطر احنا بنكلم على ما يمكن ضبطه لخاضع للسيطرة يعني على الاقل لخاضع للسيطرة انا اعتقد انه يصعب تماما عمليات الانفاق على الدعاية الانتخابية كيف يمكن ضبط هذه المسألة صعبة جدا لانه واحد يقولك انا مش انا اللي حطيت كل هذه اليافطة ده حد بيقيدني وانا معرفش والمسئولية دايما يقولوا في القانون جنائي المسئولية شخصية يعني انا لا اسأل الا عن فعل ثبت اننا اللي ارتكد فمسائل عايزة قدرات هائلة في اني اضبط طبعا هي محتاجة ثقافة شعبات بس شمعنا احنا البلد الوحيد برضو او يعني مش الوحيد بس من الدول القليلة اللي فيها تجاوزات دي ومعظمها دول يعني لان احنا الثقافة الانتخابية عندنا او الثقافة الديمقراطية محدودة للغاية لازالت محدودة للغاية لدى الشعب ولدى المرشحين المرشحين بنسبة كبيرة جدا مع احترام الجميع هما مش عارفين هما رايحين ليه هما الكلام اللي بكراروه بيسمعوه من الوسائل الاعلام ان وظيفة عضو المجلس التشريع والرقابة ولا هو عارف يعني ايه تشريع ولا عارف يعني ايه رقابة كل اللي حدك بتقوله ده بقى خلينا نخاف من شكل البرلمان اللي جاي بس لازم يكون لازم يكون في برلمان نخاف زي بعض فيش مشكلة بس لازم نخوض التجربة ولازم نستكمل خريطة الطريق ولازم يكون في برلمان ومن الخطأ والصواب يمكن ان نتقدم في المستقبل لكن لا يمكن ان احنا نقف نروح مكاننا يعني لازم يحصل ان احنا نخوض ونتعلم ونعلم والمفروض الحقيقة الاحزاب العديدة وده كلام بيقال كل يوم الحقيقة اللي هي وصل لتسعين حزب ولا بش عارفه دي يعني بعد الانتخابات دي يكون الانتخابات لا تأثير بي في ان هذه الاحزاب اللي لم تحظى بوجود حقيقي سياسي في هذه الممارسة الديمقراطية تتنحى لان احنا مش هيحصل تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر الا اذا كان عندي حزب او حزبين بس هلاج اصلا شايف او متوقع ان البرلمان اللي جاي هيكون في تواجد حزبي قوي بالاساس يعني في ظل القوانين والمشهد والناس اللي مرشحة نفسها يعني باتكلم على تواجد حزبي ضعيف لا يعني تكتولات كبيرة اقصد يا حضرتك يعني سميها حزاب سميها اي تسمية لا لا هو مش هيكون فيها تكتولات كبيرة حيكون كلها يعني المستقلين هيكون هم هو طبعا وفقا لنص دستور نفسه وفقا لنص قانون المجزم هو انا عندي طبيعي نسبة القوائم 80% والفردي 20 والفردي 80% 20 قوائم فنسبة الفردي اكثر لكن حتى القوائم اللي منتمين القوائم ما هماش منتمين لفكر معين يا سيدة لبن هماش منتمين لتوجه سياسي او اقتصادي او في السياسة الخارجية او في امر من امور الدولة محدد بحيث ان الناخب يستطيع ان هو يختار على اساسه وانما هم مجموعة اشخاصين ممكن اي قايمة هتنجح بناء على ايه بناء على ان فيها زيد وعبيد وعمر في القايمة دي فلهم مصداقية معينة لهم يعني فيه ثقة معينة ناس تتوخاها فيهم لديهم قدر من الكفاءة في نظر الناس هممكن ينتخبوا القايمة على هذا الاساس لك هم ما بينتخبش القايمة على اساس انه الناس اللي فيها دولي بيعبروا قايمة كذا بتعبر عن اتجاه معين ما هي برضو الثقافة السياسية للناخب أنا بختار بناء على برنامج انتخابي ما فيش فانده هو فيه برامج انتخابية انا عايزة اقول لو انت حضرتك جبتي برنامج كل حزب او كل مرشح او كل اقتلاف لا يختلف هم الكلمتين عايزين نحقق المصابع للناس نرتقي برعاية الصحية نحقق العدالة نحقق العبارات العامة اللي هي بتكرر في كل برنامج انتخابية اللي ما تقدرش تقولي مثلا زي في فرنسا عندك الحزب اشتراكي ده له توجه معين معروف يعني الحزب الديمقراطي عندهم او الحزب ال المال السياسي يا دكتور كبيش يعني في شبه اجماع عن المال السياسي طولهم طبعا بيلعب بررر رئيسي في الانتخابات لكن في الانتخابات دي لا الموضوع كبير قوي هيلعب هيلعب وبيقوة بقوة يعني واضح تماما انا انا اشوف من شكل الدعاية المبدأي كده اشوف مدى الانفاق غير عادي لدى البعض بعض المرشحين الحقيقة ده بيعبر بس لما نسمع ويصلينا ان في شراء لمرشحين وفي عروض بمرتبات شهرية للمرشح حال نجاحه ففي فطورة كده هتترفع بس لو كده يبقى نصيب بدون تسمية بس انا قزي انه في فطورة بقى يعني برضو احنا في رجل اعمال بتصرف على احزاب في مرشح بيتم اختياره في قيمة او في دايرة بعينها انه قادر على الانفاق هيشير نفسه يشير اللي معاه فانا بتكلم بقى على الفطورة او المقابل لما العضو ده او الحزب ده يدخل المجلس طبعا لا يمكن هتكون فطورة المصلحة الام يعني لا يمكن هيكون نصب عينيه المصلحة الام لا يمكن الحقيقة لكن في شرفاء في اكثاء يقينا تقدموا وترشحوا لكي يعني يحققوا مصلحة عامة يعني يمارسوا الدور البرلماني الحقيقي اللي يساهم في تطوير الدولة يعني وفقا للدور المعهود به الى البرلمان بس انا اعتقد انه بقدر وجود هؤلاء في قدر اكبر من الناس اللي داخلين البرلمان اما سعيا لمصالح موهومة 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 اه لانه اعتقد صعب ان حد يحقق مرحلة لبرلمان صعب حد يحقق مصالح غير مشروعة من اعضاء البرلمان حتى الحصانة الحصانة دلوقتي بقت غير زمان يعني زمان كان النائب العام ممكن يطلب رفع الحصانة في جريمة معينة المجلس مايردش درج ما تنتهي الفترة دلوقتي يقوله اذا ما ردش في خلال 30 يوم بتعتبر حصانة وفي فكرة دلوقتي ناجب تنادي ان الحصانة تكون داخل المجلس بس لكن خارج المجلس لا لا ما فيش مشكلة هي لها مبرراتها خارج المجلس بالزبط لها مبرراتها لانه المفروض المفروض الرجل بيمثل الشعب يمثل الدائرة بتاعته ويحقق مصلحة الامة فلو خد معركة في الداخل احميه في الخارج فممكن لازم انه حد يتعرض ليه لا يخضع ليه اتهامات كيدية لا يخضع إلى قبض عشوائي يمنعه من حضور الجلسة لا يخضع إلى كل هذا ده موجود في العالم يعني مفهاش مشكلة بس ألا تستغل ليه تحقيق معركة شخصية طب قل لي يا دكتور ايه تفسير حضرتك انه لسه ما فيش برلمان لكن من دلوقتي وفي جدل بخصوص من هو رئيس مجلس النواب القادم أجيبه حزبي ولا يكون مستقل لا يبقى من المعائم يعني منتخب ولا معين الشخصية برضو مقاوماتها أو مواصفاتها ايه أولا الفكرة نفسها ومواصفات رئيس مجلس النواب شايفوا السي شوف أنا هقول حضرتك هو لم يظهر في المرشعين في وجهة نظر أنا حتى الآن من يمكن أن يمارس هذا الدور لأنه الدور مش سهل طبعا اللي هيختاره لأعضاء البرلمان اللي هينتخبه لأن ده قبل انتخاب يعني أعضاء البرلمان هم هيترشح لرئاسة البرلمان من يترشح ده لمن بين أعضاء البرلمان العملية الانتخابية لا مش بضرور لكن لو معين لو معين القانون نص على أن حقوق العضو المعين هي ذات حقوق العضو المنتخب يعني بعينهم رئيس الجمهورية نسبة الخمسة في المية يكون لهم ذات الحقوق فمن الممكن أن يكون معين أنا شخصيا شايف أصل ده منصب محتاج أولا مواصفات خاصة جدا في هذا العمل بالذات يعني محتاج أنه يكون عنده نسبة قبول هو عمرو ما هيكون عنده قبول كامل من كل المرشان لأنه عندك أفكار مختلفة مهما كان حتى لو ناس ما عندهش فكر سياسي لكن كل واحد له وجهة نظر فأنت محتاجة في إدارة هذا العمل اللي بيضم يعني بيضم ممثلي الشعب كله محتاجة واحد يكون عنده درجة من القبول معقولة من الكل عنده قدر من المرونة مع الحسن في إدارة الجلسات لأنه بيدير عمل خطير جدا عنده معرفة قانونية يعني معرفة قانونية لا يستطيع أحد الأشخاص أنه هو يخاطبه يعني حينما حتى تتقين العمل وتستطيع أن تواجهي من يتحدث في البرلمان وتوزعي الأدوار داخل البرلمان والمناقشات محتاجة يكون عندك علم بطبيعة ما يمارس وأساسا هو عمل قانوني في المجمل أنا شايف أنه ربما يأتي يكون من الأفضل لأنه حتى الآن مش ظاهر في المرشحين واحد فيه مواصفات اللي هي المطلوبة لرئاس البرلمان ممكن سيد رئيس الجمهورية فيه من يختارهم كمعينين ياريت الرئيس السابق عدلي منصور ياريت يقبل أنه يعين ويتولى هذه المهمة غير الرئيس عدلي منصور إيه الأسماء الثانية برضو لترشح ممكن ساشار أحمد زند عنده قدر كبير جدا من أنه يحدث التوازن ويحظى بقابول الغالبية داخل البرلمان عنده قدرة في التخاطب مع الناس وطبعا بفضل عن القدرة القانونية ممكن ممكن دكتور محمد كبش؟ لا ممكن الأستاذ عمرو موسى بقى مطروح بيناسمع أنه عرد برضو فيه كلام لا لأنه لما يعني أنا اعتذرت عن خوض الانتخابات فأنا ما حبش أنه أنا أدخل من من مسلك آخر حالك قلت لي ممكن الأستاذ عمرو موسى ممكن ممكن يعني دي أسماء الحقيقة ممكن لكن ما يكونش يعني مع الخلفية القانونية ما يكونش حزبي مش محسوبة على حزب أو خيار سيئة سيئة لا هو لازم يتمتع إلى حد ما بتوافق يعني هو لن يقبل من كل الناس بطبيعة الحال بس لازم يكون في قدر من التوافق عليه علشان يبقى لأنه زي ما بقول لحظيك محتاج مرونة مع حسم أيضا لأنه لو لم يكن حاسما في إدارة الجلسات لأنه عملوا إدارة الجلسات في المجلس وطرح الموضوعات ومناقشاتها من أكتر حد شفت أنه شغل المنصب ده وكان يعني أهل لها في منصب الدكتور فاتح السرور ويقول من يقول غير ذلك الدكتور فاتح السرور كان يعني هو أفضل من أدار جلسات المجلس مليش دعوة بيه المسائل ما فهم أهل أو أنه كان فيه إيه في السياسة في ذلك الوقت لكن هو كان حكيما في إدارته وحظي لكن حتة حتة أغلبية اللي هو ساعة التصويت دي لا طب ما هو ده اللي حاصل اللي في المجلس كده ما هو المجلس كان كده ما كناش بنشوف يعني المجلس كان الحزب الوطن هو الأغلبية هو لم يكن يتحكم على فكرة في المجلس الناس اللي بيظنوا أن الدكتور فاتح السرور هو اللي كان بيوجه القوانين في اتجاهنا أو في آخر أو بيوجه المناقشات في اتجاهنا أو في آخر مخطئين المناقشات بتوجه من تحت هو لا يملك غير أنه يقر ما يحدث في المناقشات بس عنده حكمته في إيه بقى أنه يدير الجلسات في هدوء شديد وحينما تثار مسألة قانونية كان يستطيع أن يناقشها ويفسرها فيحدث عملية يعني يمنع نوع من التضارب أو المشادات التي يمكن أن تحدث في المجلس هذا المجلس بالذات ممكن يحدث فيه لأن الناس طالعين من دي أول برلمان حقيقي بعد الثور كله كمان عايز يظهر أن هو عضو برلمان وحتحصل حاجات أتمنى يعني من بعد 25 يناير حكمة في الإدارة يعني الناس زمان ما كانش فيه حد قوي بيقعد يتفرج على جلسات مجلس شعب الناس هتفرجوا لكن كل واحد عايز يظهر كفاءته طيب خلينا يا دكتور معلش نكمل الفكرة دي وغيرها من المواضيع بعد الفاصل إن شاء الله مستمرين مع حضراتكم ودكتور محمود كيبيش اللي مش عرفنا نهار ده في الحياة برحب بحضراتكم معانا مرة تانية بجد تحيتي لدكتور محمود كيبيش عميد كلية حق جامعة القاهرة السابقة اللي مشرفنا النهار ده في الحياة اليوم برحب بيك مرة تانية يا دكتور قبل الفاصل وإحنا كنا بنتكلم على البرلمان ورئيس مجلس النواب القادم خلينا نتكلم على موضوع الليحة لأنه في كلام سمعناه من تحديدا من وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن هما بيفكروا أو بيعدوا دلوقتي الليحة المجلس وعلى طول سمعنا برضو في المقابل كلام من مرشحين غاضبين من المسألة دي وقال ده هيفرد علينا وده يجي قرار بقانون يسيبونا إحنا اللي نحط ليحة مجلسنا بمعرفتنا قانونيا الكلام ده يمشي الزي لا يعني هو دلوقتي المجلس صغير قائم فربما في الليحة تحتاج يقينا تحتاج إلى تعديل لأنه كان الفترة كانت صرف مختلفة تماما يعني كان فيه مجلسين مثلا كان فيه مجلس النواب ومجلس الشورى 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 وكانت النظم مختلفة تماما حصل يعني تغيرات واضحة فقد يتحتاج الليحة إلى تعديل علشان لما هيبدأ انعقاد البرلمان وتبدأ المناقشات وانتخاب الرئيس وما إلى ذلك يحتاج إلى استناد إلى قواعد وضوابط معينة ربما يحتاج الأمر إلى بعض التعديل لكن هذا لا يمنع برضو علشان قد يكون معطردا ومعه حق أنه يكون من حق البرلمان بعد ذلك أنه يعيد النظر في لائحته يعني يعني لن يحجب لذلك يتعمل له لائحة الأول يدخل على أساسه يدخل بالزبط أول جلستين ثلاثة وبعد كده يبتدي هو يعدل أو يغير فيه هذا لن يحرمه إطلاقا من أنه بيعيد النظر في اللائحة ويضع لائحة جديدة تماما المجلس نفسه مشكلة في هذا يعني تمام طيب بالنسبة لأداء المجلس في دوق التركيبة وفي دوق القوانين المنظمة لعملية الانتخابية وعندنا استحقاقات أو اقتصاد للمجلس ليه علاقة مثلا بالحكومة تشكيلها سحب الثقة كل هذه الأشياء حيث اتباعها الأغلبية والتصويت والأكسرية واختيار الأكسرية للحكومة أو تشكيل منها ويبقى فيه اتلاف بعد كده أو اتلافات داخل المجلس العملية دي شايفها إزاي دوكتور؟ لا يعني هو أنا بصرف النظر عن الواقع الذي سيتم وليه فيه رأي لكن حكاية النص الدستوري فيه ناس بقولوا ما ننتقلش الدستور دلوقتي والتعديلات أنا لا أطالب اطلاقا لست كمثل أولئك الذين سمعوا كلمة السيد الرئيس فعلى طول يعني استوحوا منها أو تخيلوا أن الرئيس عايز يعادل الدستور بأسرع ما يمكن ومشوا في الزفة أنا ضد هذا تماما لكن هذه الملاحرات أنا أبدتها منذ البداية منذ اللحظة الأولى ولا يعني ذلك أن الدستور فيه مجمله مقبول تماما تماما يعني لكن بعض النصوص قد تحتاج في المستقبل وليس وقتها إلى إعادة نظر يعني على سبيل المثال حتى من ناحية الصياغة القانونية يعني لما يدي يقول أنه إذا لم تحظى الحكومة على ثقة البرلمان في هذه الحالة تشكل الحكومة بواسطة الحزب أو الإتلاف الحصول على أكثرية كلمة آه أنا أمكن قلتها لحظتك آه آه كنت معي ما فتقلتها الكلمة دي استوقفتني كثيرا هذه العبارة ولم تستوقف أحد يعني لم يتحدث أحد عن فكرة الأكثرية أكثرية يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي خمس أو ست ائتلافات يعني أكثر أو الائتلاف اللي حصل على أكثر الأصوات عددا يعني مش لازم يكون حصل على أغلبية ائتلاف أو الحزب يعني ممكن يكون الائتلاف ده حصل على 15% من الأصوات ويكون هو أكثر وهو اللي يشكل الحكوم دي مسألة ده لازم بقى أن هو يعني يأتلف مع أحزاب أو كتل تانية علشان يضمن عدم معارضة الحكومة اللي هي شكلها نسأل كتب؟ لكن ممكن أثناء الممارسة اللي هيحصل من النحي الواقعي أنه أولا مش هيحصل في كتلة إطلاقا ضد في هذه المرحلة تعمل ضد الحكومة أو ضد رئيس الدولة وتوجهته بأمانة شديدة يعني لأنه لازلنا إحنا في هذه المرحلة بعد 30 يونيو وبعد 25 يناير وبعد وإزاء كل ما يعني الاتجاه الجارف إلى تأييد السيد الرئيس الجمهورية لا أعتقد أنه سيكون في اتجاه ناحية الواقعية يعني خلينا نتكلم على أرض الواقع اتجاه من أعضاء البرلمان لرأي مخالف هذا أمر الأمر الثاني أنه الغالبية العظمى سيكون من أعضاء البرلمان ليس سيكون طبع اتجاه سياسي معين أو كتلة سياسية معين سيكونوا مفرقين يعني كثير منهم مع احترام سيكون هو عضو برلمان يعني مبسوط أنه عضو برلمان وخلاص وهيمشي حسب الدنيا ما هي ماشي فأنا لا أعتقد أن هذه المسألة ستثور إطلاقا على الأقل في خلال فترة رئاسة رئيس عفتاح سيسي أنه يعني أنه تطرح الثقة أو بمعنى آخر لا تحظى الحكومة التي سيشكلها الرئيس بثقة البرلمان لا بس فكرة بقى وخطورة النقطة حتى بتكلم فيها أن الأكثرية هي اللي عليها تشكيل الحكومة ده لو حصل بس بقول لحضوك مش مطروحة واقعيا يعني واقعيا ده بيفترض مبدئيا إيه أن الرئيس يقدم يشكل الحكومة يختار رئيس وزراء ورئيس وزراء يختار العضاء الوزارة ويطرح على البرلمان فالبرلمان يرفض هذا أغلبيته الأغلبية التلتي يعني في هذه الحالة هذا أمر غير متوقع من ناحية العمل حضرتك نظريا نظريا فكرة أنه الحزب أو الائتلاف اللي حصل على الأكثرية ده مسألة مش ماشي ما تمشيش فعايزة إعادة النظر في بعض النصوص في الدستور من مين من السلطة التي حددها الدستور لإعادة النظر فيه في أمر آخر الناس مش أخدا بالها منه العمالين يتكلموا عن تعديل الدستور وتخيلوا ما هو الناس أحيانا بتقرأ أو بتتخيل أحلام الرئيس إيه فتقعد تشتغل عليها وقد لا يكون الرئيس اللي هم الجماعية فقد لا يكون الرئيس الرئيس في زين وهذا الأمر على الأطلاق فبدأ يقولوا نعدل الدستور والدستور في مشاكل والدستور لدرجة إن البعض وصف وضيع الدستور بالخوانة أنا مش قادرة أتخيل إنه يصل التفكير إلى هذا الحد في حاجة بأحدش واخد باله منه أولا لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي نص عليها الدستور لما يعقد البرلمان من قبل وبأغنبيات خاصة ثم يعرض على السفتاء الشعب لكن اللي قالك وإحنا بننتخب مجلس النواب نزل ورقة اللاخب يبقى معها ينتخب مرفحه اسمحيلي ده نوع من العبط عبط أكثر منه أي شيء أخد بقول حاجة زي كده لكن الأمر الثاني هو جعل بالقانون الأمر الثاني إن في حتين لا يمكن تعديلهم لازم نستخدم من دول لا يمكن تعديلهم حتى بالطريقة التي حددها الدستور إيه هي النصوص الخاصة بالحقوق والحريات دول لا يمكن تعديلهم لا يجوز تعديلهم إلا بالزيادة ده الدستور نفس على كده بوتي مسألة لا نقاشة فيها مدد رئيس الجمهورية دي برضو لا يمكن تعديل لا يجوز تعديل أصلا ناس وبرغم كده يعني فيه ناس بتطالب بيه بتطالب بكده ما ينفعش يعني أنت بتؤسسي لدولة القانون فما ينفعش الدستور ورحنا لسه كده بنقول بسم الله نشكك فيه ونهز الثقة كمان في المطار كل اللي رتضيناها من البداية بعد 30 دول لا مش صح يعني هزل ناس سهدى شوي يهدوا شوي يعني يعني ماشي بنحب رئيس الجمهورية والكل يعني بالتأكيد يؤيده لتأييدا موضوعيا لكن العملية مش كده هو ليس في وفي الحوار الهادق اللي استمتعنا بيه مع حضرتك أنا بشكرك شكرا جزيلا مش بس هادق في شكله لكن كمان قوي في مضمونه وفي المعلومات اللي خرجنا بيها من حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود كيبيش عميد كلية حو جماعة القاهرة صادقا شرفتنا شكرا لحضرتك أشوف حضرتكم بكرة إن شاء الله أشوفكم على كل خير بإذن الله شكرا للمشاهدة 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 شكرا